اهلا بكم في قناتي من جديد تحياتي لكم جميعا. النهاردة مع عنا توافق برج الكوس مع باقي الابراج. طيب قبل ما نتكلم عن التوافق تعالوا نشوف صفات برج الكوس. برج الكوس برج ناري ما عندوش خلق ما عندوش سقطان على حاجة ما بيحبش النكد غيور جدا بيحب الحب رومانسي جدا بيعشق العلاقات. انجح برج في العلاقات برج الكوس. عنده علاقات كتير جدا. طيب يلا نشوف توافق برج الحمل مع برج الكوس. ودي بتكون من انجح العلاقات. علاقة نكحة جدا جدا جدا. اللي اتنين برجين ناريين. اللي اتنين نفس رتمي الحياة. اللي اتنين بيحبوا التنطيت. بيحبوا العلاقات. بيحبوا قوي قوي الزهور. فالتنين علاقة بينهم نكحة. وقت الخلاف ملناش دعوة. هم احرار. بيستفى مع بعض اخلي بالكم بسرعة. لان الحمل بيروق بسرعة. والكوس كمان بيروق بسرعة. فتحس ان الموضوع بيعدي. طيب برج التور. برج التور مع الكوس. علاقة صعبة جدا 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 جدا. يعني ده حمادة وده حمادة تاني. برج ناري مع برج ترابي بتكون العلاقة يعني بالزبط زي ما بتحط التراب على نملة. بيعمل ايه? بتحط التراب على النار. بيعمل ايه? بتفيها? هو كده. برج التور بيضفي الكوس. الكوس ما يحبش القاعدة ومحبش الكآبة. وما يحبش الهدوء في الحياة. لا رتمه سريع وعايز يتنطط وعايز يخرج وعايز يبعنده علاقات في التور بيحب قاعدة البيت ويحب الحياة الهدية. ويحب الرتم الهدي ويحب كل حاجة بتبقى محسوبة. القوس ما بيحسبش حاجة. القوس النهار ده هنا بكر هنا بعده هنا برج ما فيش حاجة بيحسبها في حياته. علاقة دخلها دايقته بيطلع على طول. علاقة اه اتبسط فيها بيعد ويكمل. هو ده برج الكوس. تحس ان هو اقرب للابراج الهوائية. طيب الجوزاء. بصوا الجوزاء مع الكوس علاقة ممتازة. ممتازة جدا جدا. اولا الكوس بينجزب جدا جدا للجوزاء. لخفة دم الجوزاء والطريقته والاسلوبه والحياة عنده رتمها سريع زيه. ودايما تفكيره كديره. كمان الجوزاء زاكي جدا والقوس زاكي جدا. صير كده بقى الجوزاء بيعرف بيعرف فين مفاتيحه. بيعرف امتى يتكلم معاه وامتى يزكت. بيعرف كويس ازاي راضيه. اللي اتنين ما بيحبوش النكد وما بيحبوش المشاكل فالموضوع بينتهي معهم بسرعة. لو فيزعج بيعدي وبيفوت وخلاصه كأن ما فيش حاجة حصلت. فعلاقة نجحة جدا جدا القوس مع الجوزاء. طيب السرطان. السرطان علاقة طبعا صعبة قوي. يعني صعبة صعبة بصراحة يعني انا شايفها. الكوس طبعه حامي جدا وسرطان هادي. الكوس آآ بتحسوا ان هو يعني عنده انطلاق دايما كده وعنده حب للحياة وعنده حب للزهور. السرطان لا السرطان بيحب قاعدة الهادية وبيحب الوحدة جدا وبيحب يكون له وحده كتير قوي قوي. الكوس مش بتاع قاعدة الوحدة. لا الكوس عايز علاقات وعايز ناس وعايز دايما يبقى فوز في عائلته. عايز يبقى فوز تصحابه. حتى في الشغل لو بيشتغل شغل لازم يكون بيشتغل شغل بيحبه ومبسوط به. وإلا هيسيبه ويمشي. فالكوس ما بيحبش كمان السيطرة والسرطان مسيطر. استحايا لا يقدر يقبل ان هو يسيطر عليك. فطبعا العلاقة بينهم صعبة صعبة صعبة. طيب بعد كده الاسد. الاسد والقوس. علاقة نجحة قوي. اللي اتنين نفس الريتم. اللي اتنين ده كمان الاسد صبور شوية. فبيستحمل برضو طيران القوس. الاسد آآ عنده صبر وعنده طولة بال وعنده الايجو عالي بتاعه قوي. القوس بيعرف يتديله حتة دي. بيعرف يتديله انت مالك الجيبة. انت الاسد. بيعرف يوصل هالو. وكمان الاسد بيحب جدا التحرر بتاع القوس. عارفين انه هو بياخده يحرره معاه. بيوريه الحياة بيخليه منطلق معاه. الاسد بيحب كده. في نفس الوقت بيجذبه جدا جدا خف الدم القوس وبيجذبه جدا جدا احتوائه. القوس بيعرف يحتوي الاسد جدا. علاقة نجحة قوي قوي. وتكمل ان شاء الله باذن الله. العزراء. زي ما قلت لكم نفس فكرة برج الطور. نفس الحكاية. برج الطور. برج هادي. برج طيب. برج آآ رومانسي. برج ريتم حياته بسيط وهادي. فطبعا مع الكوس بتكون العلاقة صعبة جدا لانه عكسه تماما عكسه في كل حاجة. حتى الكوس ما عنده صبر. الطور عنده صبر. الكوس آآ عصبي والطور عصبي. الكوس ما يحبش حد يسيطر عليه والطور نفس الحكاية والعزراء نفس الحكاية. زي كده كمان حط بقى العزراء انتقاضي. تعالك كده بقى خلي العزراء ينتقد الكوس مرة. خلاص العلاقة بازت. ياخد بعض ويمشي. مش ممكن يقبل انتقاد ابدا. ومش ممكن ابدا ابدا يحس ان هو حد بيتاري عليه او حد بينتقده او انت بتنتقد تصرفاتي ليه انا انا زاكي. دايما الكوس شايف ان هو زاكي وان هو تفكير وصح وان هو شايف كل الامور بوضوح جدا. فمش ممكن العزراء يقدر ابدا يقول له اسمع كلامي. مسلا استحالة. استحالة. فطبعا العلاقة بتكون بتكون صعبة جدا. برج الميزان. برج الميزان مع الكوس زيه زي الجوزاء. برج الميزان مع الكوس حلوة جدا جدا جدا. الكوس بينجزب او يخف الدم الميزان. والطريقته في الكلام والعلاقاته. كمان الميزان بيحب العلاقات جدا. وبيحب الانطلاق جدا. نفس فكرة القوس. ونفس طريقة حياته. ريتم اللي اتنين سريع. ممكن يكون القوس بيتخنق شوية من تردد الميزان. وان هو يفضل رايح كاي. بس الموضوع ده بيقدر يسيطر عليه. الاتنين ما بيحبوش النكد. والاتنين ما بيحبوش ما عندهم شطولة بال ولا خلق للنكد. فحيلاقيك بتنكد لا. خلاص. اللي اتنين بقى بيخلصوا الموضوع بسرعة. احنا زاعلنا خلاص شوية ورقنا واتحكنا البعض والموضوع انتها خلاص مش هنكمل اليوم لكد. فالموضوع عندهم بينتهي بسرعة جدا جدا وما بيكونش فيه اي خلاف. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعد كده برج العقرب. برج العقرب. يعني عايز اقول لك يعني هي مش هتكون علاقة يا ممكن تكون الحرب العالمية التالتة مثلا. اللي هو يعني اتنين اه حيفرموا بعض. اه برجين قويين جدا جدا. ده برج ناري وده برج مائي قوي جدا ومسيطر جدا جدا. والقوس برج ناري. يعني لا يستحمل انتقاد ولا يستحمل الجمود بتاع العقرب ولا يستحمل ابدا ابدا رتم الحياة. العقرب هذه حاسس انه دايما تفكيره صح. القوس نفس الحكاية دايما تفكيره صح وبيحاسس وبدأكد من كلامه. ما يحبش حد يعدل عليه. العقرب ما يحبش حد يدي له اوامر. العقرب آآ دايما بيشتغل بدماغه وبعاطفته باحساسه بالحساسة اللي عنده. القوس لا مش كده. القوس انا عايز يتكلم معي. عايز ياخد اللي ياخد ويدي معي. انت قاعد تاكد طول الوقت. فطبعا العلاقة بتكون صعبة جدا جدا بين القوس وبين العقرب. تحسين بس فعلا ان هي الحرب العالمية الثالثة. وكمان بقى خناقة بينهم. يعني خناقة بينهم دي ربنا يسطر على الناس كلها. مش علينا احنا بس. الناس كلها هتبقى حاسة بازمة ان في مشكلة. القوس والعقرب وقت الخلاف اللي اتنين بيدمروا الدنيا. طيب برج الجدي. لا سوري لا الكوس مع الكوس. نقول الكوس مع الكوس. العلاقة حلوة جدا باستثناء وقت الغضب طبعا. العلاقة بينهم كويسة قوي. اه علاقة مريحة. علاقة فيها تفاهم. احنا فاهمين بعض. لا بنحب النكد ولا بنحب الاعداء ولا بنحب الهدوء. بنحب الانطلاق وبنحب الصحاب وبنحب العلاقات وبنحب الاهل. لقيهم مشتركين في حاجات كتير جدا. الا ساعة الخلاف. ساعة الخلاف الدنيا بتولع. اه بس برضو هم بيعرفوا يهدوها بسرعة والعلاقة بتمشي وبتكون علاقة جيدة جدا. طيب برج الجدي. برج الجدي طبعا زي زي العزراء. بل اكتر لان الجدي مسيطر جدا جدا جدا. بيحب السيطرة. بيحب بيتسمع كلامه. والكوس استحالة يسمع كلام حد. استحالة تقول له اسمع الكلام اللي انا بقول عليه. تنفز. لا. مش هتلاقيه اصلا. فالكوس اول ما يدخل علاقة زي دي. بيحس على طول ان فيه في فخت منصب له. ياخد بعضه ويجري. يخلع. ما يكملش ابدا في العلاقة زي. لو دخل علاقة وحس ان في حد بنكد عليه شوية او حد مسلا كل يوم يقول له انت مالك. لا خلاص. ياخد بعضه ويمشي. الجدي ما بيصابور. وما بيعترفش بزعله بسرعة. بيسرعة. لكن لما بيكون زعلان بيسكن. فدائما تلاقي القوس هو مكشر ليه? هو زعلان ليه? هو انا عملت ايه? فالقوس ما يحبش كده. انت مش هتفضى طول ما انت قاعدت خليني يا لوم نفسي وانب نفسي. لا بلاها العلاقة دي. فالعلاقة بينهم صعبة اوي اوي اوي. طيب اه الدلو. الدلو علاقة نكحة جدا جدا. زي ما قلتلكم قبل كده ان الابراج الهوائية نكحة جدا جدا مع الابراج النارية. الميزان والجوزاء والدلو نكحين جدا مع الابراج النارية? لان تقريبا رتم الحياة واحد. بيفهموا بعض. بينقشوا بعض دايما. دايما بيبقوا قريم بعض. لان اه 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 الدلو عنده الحاسة السادسة فبيبقى شايف اللي قدامه شايفه من جوه شايفه هو شايفه هو بيفكر ازاي. شايفه هيعمل ايه الحبة اللي جاي دول? فتنجح جدا جدا علاقة الابراج النارية او الدلو مع القوس نكحين جدا جدا جدا. طيب الحوت. الحوت. الحوت عنده الحاسة السادسة. والحوت حساس قوي 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 قوي. حساس جدا. من اقل كلمة بينجرح ومن اقل كلمة بيزعل. ومن اقل كلمة يقفل على نفسه ومش عايز يكلم حد. القوس مش ممكن يعمل كده ومش ممكن يستحمل كده. وبيتدايق جدا من كده. فتلاقي العلاقة بينهم دايما الحوت مخنوق. دايما الحوت تعبان ومتدايق من اسلوب القوس. دايما الحوت آآ شايل جواه. ومكتئب. القوس ما بيستحملش الاكتئاب. نفس الوقت القوس بيشوف دايما انه آآ برج الحوت يعني على طول عايش في الغموض. هو برج الحوت مش بيتكلمش بيحب يحب يحكي لك. وسألته هيقول لك. لا انا مش لازم اسأل انت تحكي من غير انا مسأل. فالقوس آآ في حتة والحوت في حتة تانية خالص. يعني علاقة هتكون محتاجة تنازلات كتير. تنازلات من الطرفين عشان تكمل. كده احنا خلصنا. توافق برج القوس مع باقي الابراج. يا رب يكون توافق خير ان شاء الله. وتحياتي ليكم وتحياتي لكل برج القوس.